السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكل المتابعين ومشاهدين على قناتنا قناة تربية تسمين الأغنام من الألف لاليان ما زال كلامنا مستمر في سلسلة مشروع تسمين الأغنام النهاردة الحلقة رقم 7 موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا جدا لا يقل أهمية عن مواصفات خروف التسمين ولا يقل أهمية عن استقبال الأغنام موضوع حلقتنا النهاردة نتكلم عن الأعلاف ركز معي كويس في فيديو النهاردة كل كلمة مهمة وضروري تفهمها كويس لأن أكتر من 80% ل 90% من مصروفات مشروع تسمين الأغنام بعد شرع الأغنام بتروح في الأعلف أكتر من 80% ل 90% من المصروفات في مشروع تسمين الأغنام بعد شرع الأغنام بتروح بدروح في الأعلف يعني لو أنت قدرت تعمل علف بالنسبة بروتين مرتفعة يعني أعلى معدل تحويل وأقل السعر ممكن يعني موفر في الفلوس يبقى أنت كده كل ده بيصب في نهاية الدورة في كافة الأرباح يعني إن شاء الله بيساوي نجاح مشروع التسمين بإذن الله موضوع حالتنا النهاردة هنتكلم عن الأعلاف هنتكلم عن أول حاجة مكونات الأعلاف أي علف في العالم بيتكون من إيه اللي هي النشويات والبروتين والألياف وإيه العناصر الموجود فيها هنتكلم عن ناصر أساسية فقط لغير مش هنتوسع عشان هنتذكر لك نسبة كل عنصر لوحد عشان أنا قبل كده كنت أعملها في فيديو كيف تستطيع تكوين علف بقاعدة نسبة بروتين وقال السعر ممكن كنت متكلم بالإجمال نسبة النشوات من كذا لكذا لا قدر هنتذكر لك كل نسبة عنصر إن شاء الله تبقى أنت معاها في الأمان ما تعمل لكش أي مشكل يبقى هنتكلم عن نشويات والبروتين والألياف وأهم الخامات الموجود فيها وزيادتها عن الحد المسموح بي بتعمل إيه دي رقم واحد من كوارات العلفة رقم اثنين أهم خامات العلف اللي احنا هنستخدمه رقم ثلاثة أرخص علفة على مستوى العالم هنفعل لك إن شاء الله في الفيديو نهاردة أنا ستعمل فيديو أرخص علفة في مصر النهاردة هنفعل لك أرخص علفة على مستوى العالم عشان محدش يسألني على العلفة تاني إن شاء الله اسمع الفيديو ده كويس من أول ديه لآخر ديه محدش يسألني عن العلفة تاني بعد كده أرخص عالفة على مستوى العالم بإذن الله عندنا ناس كثيرة الحمد لله بتتصل عليه على مستوى العالم فيه اتصالات هاتفية وفيه اتصالات على الواطس من خلالهم عرفت الأسعار أن أسعار خامات الأعلاف بتختلف من بلد لبلد بمعنى إحنا عندنا المعتاد طول عمرها الدرة أرخص حاجة إلا حصل التفرص سنواتي بس الدرة رفعة جامد بيتأغلى من الغلة لكن طول عمرها عمرها ما حصلت أمريكادي أول مرة تحصل أن الدرة تفوت الغلة لكنها طول عمرها عندنا الترتيب الدرة أرخص حاجة بعدها الغلة بعدها الشعير آسف في مصر عندنا الدرة أرخص حاجة بعدها الشعير بعدها الغلة اللي هي الأبح أغلى حاجة أغلى حاجة الأبح بعدها الشعير بعدها الدرة أرخص حاجة فشكرا كنت مذكر الدرة باستمرار بس لاحظت أن فيه في بلدام تانية بره لا العكس الدرة أغلى حاجة وبعديها الغلة وبعدها الشعير. الشعير ارخص حاجة عنده. فهنا اختلفت العلفة والكلام هيختلف. فالنهاردة ان شاء الله هنعمل لك ارخص علفة على مستوى العالم. اتحدى بها اي علفة جاهزة. على مستوى من اي بلد اي بلد كنت. اتحدى بها اي علفة جاهزة. تجيب لي اي علفة جاهزة بنفس نسبة البروتين بتاعتها. مش هقول لك ارخص لا بس تكون بنفس السعر. بتاعتك تجيبها بنفس السعر. العلفة بتاعت ان شاء الله هتكون بلدينها اعلى وارخص في السعر بازن الله من اي علفة جاهزة. والاداء بتاعها فوق الممتاز. عن تجربة الحمد لله. طيب. واخر حاجة في الفيديو النهاردة. هنوريك ازاي تخلط العلفة. لو انت عاوز حتى تخلط عشرين طن. مش هقول لك خمسة طن ولا ولا نص طن. لو انت عاوز تخلط عشرين طن بدون خلاطة. القوضة اللي وراها دي قط العلف. قط العلف القوضة دي بتشيل خمسة طن علف. هوريك اي قطة حوالي تلاتة متر في اثنين متر ونص في اثنين متر وسبعين حاجة زي كده. بتشيل خمسة طن علف. وتخلطهم اسهل من السهولة. هوريك الطريقة ازاي تحط وازاي تخلط العلف بدون خلاطة. وبدون اي تعم ان شاء الله بازن الله. عملية تفريغ فقط لغير. طيب. اول حاجة مكونات العلف. اي علف الدنيا بتتكون من? نشويات او الكربوهيدرات. والبروتين والالياف. واذا ضفنا عنص الرابع هي الفيتامينات. ولو انها هي موجودة بصورة طبيعية. الفيتامينات والاملاح موجودة بصورة طبيعية. في مكونات العلف. في مكونات العلف. بس انا هنضيفها كاضافة. لان احنا بنضيفه الاضافات. اللي هي الفيتامينات والاملاح. فاحنا هنضيفها برضك مادة رابع لها الاضافات. طيب. اول حاجة النشويات او الكربوهيدرات. ايه هي النشويات او الكربوهيدرات. النشويات هي الوقود المحرك للجسم والمسؤول عن جميع العمليات. الطاقة اللازمة لاتمام جميع العمليات الحيوية. عمليات الهض. عمليات البناء. عمليات التكاثر. الحركة. نمو العظام. العضلات. كل ده لازم من طاقة. لازم من وقود. بياخدها منين الطاقة او الاقود. بياخدها من النشويات او الكربوهيدرات. طيب. اهم الخامات الموجودة فيها. احنا مش هنتشعب ومش هنوسع. هنتوزل على الخامات الاساسية المدفرة المستوى العالم. متوفرة. مش هنتكلم عن مخلفات ومش هنتكلم عن عناصر موجودة في اماكن مش موجودة فهم جدا ايه. اهم الخامات المدفرة فيها. مصادر كمصدر النشويات. اللي هي غانية بالنشويات. الدرة انواحه ثاشه على اندرء ابيض او درء اصفر او درء وهي الدرء الرفيق الامح اللي هو الغلة وہمثافي في مصر الغلة والشعير. وعنصر الاربخ هنذكره هو الخبز. الخبز يلقي الخبز يعني عن العش في مصر مثلا عنها يعني العشي. هو ولو ان هو مصنوع من الامح. بس هنذكره لان هو مكون بيكون متوفر في مكتين في مصر وهو مكتين كتين متوفر الخبز. وعنصر ثاني was instructed in islands or the Perspective وبتجد اتصالات كثير من العراق انه بيكون متوفر وعاوز ادخله في العلف الدقيق اللي هو الطحين وهو ناتج بردك من الامح من طحن الامح فبردك هنذكره عشان في ناس بتحب تدخله في العلف اللي هو موجود عندها ورخيص يبقى اهم مصدر الانشاويات الضرب انواعها الامح شعير خبزة والطحين اللي هو الدقيق طيب نسبتها في العلف ايه بتختلف من خامة لخامة لو هستخدم درة بس كمصدر ناشاويات هستخدم درة بس كمصدر ناشاويات نسبتها من خمسين لستين في المياه اركز معني لو هستخدم درة بس نسبتها من خمسين لستين كعال أقصى خمسة وستين في المياه طيب لو هستخدم الامح فقط لاغية طبعاً درة بأنواعها باتكلم عن الدر Before the select button إلا في حالة خاصة لو هستخدم الدرة العويج اللي درة الرفيعة دي ممكن توصل لسبعين في المياه عادي مفيش مشكلة طيب الثاني حاجة الغلة أو الأمح نسبته لو هتستخدمه بصورة منفردة لا يقل عن 50% لو تصيره كمصدر مشاويات لوحده ما يقلش عن 50% وممكن يوصل ل85% و90% الأمح اللي هو الغلة من 50% ل85% أو 90% كذلك الشعير نفس الأمح من 50% ل85% وممكن يوصل ل90% طيب الخبزة الخبزة منصحش أنك تستخدمها كمصدر نشويات بصورة منفردة منصحكش تستخدم الخبزة بصورة منفردة ولكن إذا توفر لك 50% كويس إذا ما فيش غير قدامك الخبزة يبقى 50% متزودش عن كده 50% خبزة لو هي لوحدها بس كمصدر نشويات في العلفة الطحين نفس الخبزة بس مع التحفظات عليك لأنه ناعم والغنم ما بتحبش الناعم ياما بتحب الأحرش الخشنة شوية فبالتالي ما تزودش عن 35% حد عشان ما تصبحش العلفة كلها نعمة والغنم تكره العلفة نحن نريد أن العلفة تأكل أكبر قدر ممكن من العلفة فأنا مش عاوز أكرها في العلفة فالطحين زيادة عن لزوم الدقيق زيادة عن اللزوم في البهايم براحتك في البهايم البقر والجاموس ما فيش مشكلة لأننا بتكلبه عن الأغنى موضوعنا تسمين الأغنى يبقى الطحين متزودش عن 35% أو 40% دا كده يعطبك كتير انا بقول 30 حلو قوي وما ينفعش الواحده كمصدر نشويات لازم تدخل معي حاجة ان التلاتين دي اصبحت كمية منخفضة ما تكفيش تلاتين في المئة اصبحت كمية منخفضة لازم تستخدم معي عناصر تانية من النشويات هو والخبز بردك نفس النظام انما الدرة ممكن تستخدمها لوحديها القمح الواحده والشعير الواحده بفيش اي مشكلة الخبزة والطحين لازم يفضل تستخدم معاه مصدر تاني للنشويات عشان ما تزودوش عن اللزوم طيب يبقى كده خلصنا لا ما خلصناش لو زادت عن اللزوم ايه اللي يحصل في النشويات اللي في الطاقة النشويات هي الكربائدرات الزيادة بيحصل له ايه في جسم الحيوان الزيادة بيتخزن على هيئة وقود احتياطي على هيئة دهون على هيئة دهون بتتخزن في الليا بتاعت الخروف بتتخزن طبعا الليا ده مغزن اساسي ولكن بعد ما تتمل الليا بيبدأ يتخزن تحت الجلد بيبدأ يتخزن في الكلام الكلية حوالين الكلية بيبدأ يتخزن حوالين المعدة وحوالين الامعاء اللي هو بتقال عال في مصر المنديل بيبدأ يتخزن في العضلات نفسها ده كله مكان تخزين الوقود الاحتياط اللي هي الدهون لو زادت نسبة النشويات او الكربادرات عن اللذوم بتترصب في الجسم على هيئة الدهون فبالتالي تجي تدبح الخروف تلاقي كله دهنة هتقول انا خروف كله دهنة ليه؟ انك بتعرف دورة بس واحد بيعرف دورة بس او بيعرف خبزة بس هيحصل قيم الخروف لازم تلاقي كله دهنة من جوا لازم فدي هوركز قديم من خلال الفيديو ده هتعرف ازاي تطلع لحمة حمرة الخروف اللحمة حمرة مع نسبة دهون مقبولة مفيش لحمة ضارب من غير نسبة دهن ده شيء ما نختلفوش عليه لكن نسبة الدهنة تبقى مقبولة مش ااكل في دهنة بس طيب قلت زادة عن اللذوم بتضطرب العمليات الحيوية كلها لان هيا المسؤولة هي الوقود عربية هتمشي من غير بنزين هتلاقي الخروف كاسلام اكشئيته ضعيفة اكلته ضعيفة تحوله ضعيفة لو قلت زادة عن اللذوم انت بتدي الياف زادة عن اللذوم ما مش هتدي بروتين عادي احنا نتكلم عن البروتين الواحدة ودرعة بعدين طيب رقم اثنين البروتين البروتين ايه هو البروتين؟ البروتين هو المسؤول عن تكوين العضلات تكوين اللحم الخروف عشان يتكون عضلات ويتكون لحم لازم من ايه؟ لازم من البروتين اهم الخامات اللي موجود في البروتين هنقف عند خامة اساسية وهي كسب فول سوية طبعا كلمة كسب كلمة كسب معناها الحب او البزور بعد استخلاص الزيت منها يعني لو قلت كسب سمسم معناها حبوب السمسم عصرناها واستخلصنا منها زيت السمسم التفن المتبقي ده كسب السمسم لو قلنا كسب بزرة القطن معناها حبوب البزور بتاعة القطن بعد عصرها واستخلاص زيت القطن منها يطلع لك المتبقي ده كسب بزرة القطن وكذلك كسب بزرة الكتان وكذلك كسب الفول السوداني وكذلك كسب فول السوية وده لنا وقف عليه لان ده هنستخدمه اساسي كمصدر بروتين في ارخص عالفة هنذكرها ان شاء الله هي بمصدر الروتين الاساسي فيها كسب فول السوية فول السوية بالمناسبة اهي الناس اللي مش عارفة شكله هو بتبقى حبية صغيرة تشبه حبة اللوبيا دي حبية صغيرة شوية بيبقى اكبر من كده شوية حجمها ما يعادل حجم البسلة اللي هي البازلاء بتبقى طرية نوعا ما عن الفول البلدي لان فيها نسبة سويتة عليها تصل لخمسة وعشرين في المية بعد استخلاص الزيت منها المتبقي هو ده كسب فول السوية نسبة البروتين فيه من اربعة واربعين وفيه ستة واربعين وفيه تمانية واربعين في المية طيب يبقى مصدر البروتين او ده الاكساب عنواعها والفول البلدي مثلا الفول او الحمص او البسلة او الترمس الحلو مش المر المر في نسبة سمون او الحمص كل دي مصادر ده او حمص كانت مصادر بروتين عن يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اسبوع ولا اسبوعين لا ده انا بتكلم عن شهرين ولا حاجة شهر ونص هي هنا اللي هتحصل المشاكل الدهون لكن يومين ثلاثة اسبوع مش هتعمل مشكلة انما المشكلة لزيادة الفترة كذلك زيادة نسبة البروتين على حد المسموح بيه اه النسب مذكرناش نسبة مصادر البروتين اعنا النهاردة يا كنين وقفة قولنا طبعا مع كسب فول الصوية فقط لابين كسب فول الصوية نسبته من عشرة لخمسة وعشرين في المية من عشرة الى خمسة وعشرين في المية نسبة كسب فول الصوية في العلف لو هنذكر معاها الفول البلدي كسر الفول طبعا مش هتجيب الفولة السليمة النظيفة بتاعت الاستخدام الندمية الفولة اللي هي فولة مسوسة فولة لونها اسود من التبريد خربت في التبريد فولة كسر فول فرزة فول ده اللي هتستخدمه للغنى لو هنستخدم الكسر الفول معاك من عشرين في المية الى أربعين في المية نسبة كسر الفول طيب المكاملات التانية مش هنذكرها لانها مش متوفرة في كل مكان ممكن تعاملها المكاملات الباية ممكن تعاملها معاملة الفول اللي هي المكاملات الحب ما بتكلمش على الأكساب الأكساب لها واقفة كذب السمسم كذب بذرة القطن ما بيتزيدش عن عشرة في المية في العلفة لا تزيد عن عشرة في المية كذب بذرة القطن اللي هي بأشرة الصمرة لو كان فيه في بلدات تانية بيطلع منها القشرة مأشور لها دا يعتبر زي قريب من كذب فول الصوية ولكن انا بتكلم كذب موجود في كل مكان كذب بذرة القطن بيبقى أسود اللي هو بأشرة القشرة فيها نسبة سموم فما تستخدمش أكتر من عشرة في المية نهائي كذب السمسم ممكن يستخدم كبديل لفول الصوية لكذب فول الصوية كذب السمسم يستخدم كبديل كلي نسبة الموتين قريبا من نسبة الموتين في كذب فول الصوية ونسبته مباردك من عشرة لخمسة وعشرين في المية دي أهم الملاحظات أهم هتستخدم بسلة هتستخدم حمص هتستخدم ترمس حلو هتستخدم قولنا الحمص ذكرناه دا كله مفيش أي مشكلة يعني تبرم زي الفول البلدي من عشرين لاربعين في المية طيب زيادته عن اللزوم لفترة طويلة بتعمل إيه؟ زيادة البروتين عن اللزوم فترة طويلة وهنذكر بعد كده في فيديوهات تانية نسبة البروتين المثالية للأغناء لكل مرحلة أو ممكن تستخدمها نسبة مثالية على طول يعني ممكن تستخدم بالمرة عشان تبقى المعلومة كاملة 17% نسبة بروتين من أول ما تدخل لحد ما تطلع نسبة متوسطة مية مية دي بش نسبة زيادة فيش مشكلة لكن بقصد بنسبة بروتين زيادة عن اللزوم يعني العلف تعمل علف بروتينه مثلا 22%, 23%, 25% فترة طويلة فترة طويلة بالذات النسبة دي بتتأثر بها الغنم الكبيرة عن الغنم الصغيرة الغنم الصغيرة ممكن تستخدم لها 25% بروتين أول شهر من الفطام لا يوجد مشكلة لو عرفت توصل نسبة 25% بروتين لا يوجد مشكلة لكن النسبة المثالية يعني 20-21-22 ممتاز اللي هو الخرف اللي هو عمر شهرين أو شهر ونص لحد مثلا ما يتفطم كويس ويعتمد على العلف كويس تبدأ تخفض البروتين واحدة واحدة لا نسبة البروتين تستخدمتها زادة عن نزوم لفترة طويلة شهرين 3 ونسبة البروتين مثلا 23-25 27 30 هنا بتحصل مشكلة هضم البروتين بينتج عنه سمو اسم السم الأنادول بيتخلص منه الكبد مسؤول عن تخلص منه الكبد لما انت بتأكل بروتين على طول معنى السم ده على طول بينتج كل يوم بكمية كبيرة الكبد ما بيستحملش يحصل في الأخير انهيار للكبد يحصل موت يعني زي اللي بيقولك مات من التخن كتر بتخن هو يسمى نسمى نسمى وبعد كده يبدأ بمرحلة الضعف الكبد فشل خلاص الكبد ممكن ربعه أقل من ربعه يقوم بالوظيفة بتاعت الجسم كله فبيبضل يتدمر 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 لغاية الجزء ما يقدرش يشغل الجسم يصف السموم فبالتالي يحصل ضمار فشل كبدي يحصل انهيار للخروف ويموت دي بالنسبة لزيادة البروتين عن حد المسموح به الفترة طويلة لو البروتين في العلفة قليل عن المسموح به بيشتغل ببروتين 7-8% 10% بيديك معدل تحويل ضعيف المعدل النمو بيكون ضعيف المسؤول عن معدل التحويل والنمو البروتين بالدرجة الأولى نحن بنحسب نسبة ببروتين بس هي نسبة ببروتين دي لها نسبة طاقة البروتين دي عشان يتضم لازم له طاقة انا بقى استخدم البروتين فقط لغير لان على العناصر اللي ذكرتها لك لما تجيب نسبة البروتين مظبوطة طبيعي هتكون النسب الباقية أغيبة منها يعني جاية متطاقة جاية تباعة اليها مظبوطة الطاقة هتيجي مظبوطة إن شاء الله بإذن الله طيب مع خمات اللي لانا ذكرتها ومش مع الخمات الغير طاقلية الخمات الغير طاقلية لا يوجد في الخمات نسبة الطاقة فيها عالية جدا ممكن ترفع الطاقة زادة عن اللذوم تعملك دهون ممكن ترفع البروتين زادة عن لذوم تعمل لك ت sided- Lu هناك خمات يكون فيها طاقة عالية تجم تضجح منها كمية كبيرة وتعطيلي نسبة من نصفول الصوية ترفع البروتين وبعدها تقولها هي عالفة كالتمام لا زي مثلا الرجيعة فيها طاقة عالية وفيها بروتين كويس ما تستطيع برس بستين في المائة سبعين في المائة أو ستين في المائة زي الدرة اللي هي رجعت الكون نتجة من صنفرة الرز وتقولها هي بروتين مصبوط يبقى العالفة مصبوطة لا أنا بتكلم عن الخامات اللي ذكرناها الدرة أم حشعير خبزة والدين طيب كده أصبح معنا البروتين وذكرناه والمكورة الأساسية ونسبته وزيادته بتعمل إيه آخر المكورة الثالث مكورة العالفة الألياف الألياف دي تعتبر عامل مساعد في عملية الهر ما لهاش فايدة ما لهاش فايدة من القيمة الغزائية لا في أي مواد الأليافة يعبر عن أي مواد فقيرة في الطاقة يعني طاقتها ضعيفة خالص وفقيرة في البروتين أي مواد فقيرة في الطاقة وفقيرة في البروتين ضعيفة في البروتين وضعيفة في الطاقة تعتبر ألياف زي إيه الأشور بأنواعها الأشور بأنواعها أشرة فول بلدي أشرة ترمس أشرة حمص أشرة صافية أشرة بالنسبة خالي من الحد الكسر أنا بتكلم عن أشرة نفسها كل دي تعتبر ألياف خام الأتبان بأنواعها الأتبان بأنواعها تبني فوق تبني الأمح تبني الشعير تبني الهبيض تبني البرسيم الدريس ولكن هو ليه حالة خاصة الدريس اللي هو البرسيم المجفف لأنه يعتبر غاني بالبروتين وفي نفس الوقت غاني بالألياف فهو برضك مصدر ألياف طيب الأتبان بأنواعها تبني فول تبني فصولية عرش وزداني تبني القامح تبني الشعير كل الأتبان دي تبني الحلبة كل الأتبان دي كل المخنفات للأتبان دي مصدر ألياف طيب أهميتها إيه بتساعد في عمارية الهض الألياف مواد صعبة تلها لما بتدخل مع العنف ما بتخليش المعدة تفتح المعدة بتفضل قفلة على العلف أطول فترة ممكنة ليه؟ لأن الألياف بتاخد وقت في المعدة عشان تضهضم فبالتالي بتدي وقت لخامات الأعلى في المركزة الحبوب تديها وقت إنها تضهضم تديها وقت كفاية إنها تضهضم وما تنزلش في الفضلات الناس كترة بتعاني تقول لك الحبوب العلف نازل في فضلات الأغنان اعرف إن الألياف عندك ضعيفة كمية الألياف في العلف بتاعتك أو كمية الألياف اللي أنت بتحطها زجوة بتحطها بعد العلف المركز قليلا زود كمية الألياف شوية عشان تأخر عملية الهضم داخل الكرش وبالتالي يتم هضم جميع الحبوب في العلف جميع ما يحصلش معاك هادر في العلف المركز طيب دي كده الألياف وإن أهم الخامات الموجود فيها نسبتها ما ن Task مع العلف المركز الثلاثة في المية في اليوم بتاخد واحد في المية لو حط نها كان يعني كحض اقصى واحد في المية يعني الألياف اللي هي الأتباء بتختلف من مادة طبعا لو نقصت عن الثلاثة في المية المركز لازم الألياف هتزيد عشان خروف يشبع طيب دي كده الالياف الاضافات عملي الاضافات طبعا شاملة الفيتامينات فيتامين الف فيتامين باء بأنواعه بواحد وبيستة وبيتنشر وبيتنين فيتامين الف ده الثلاثة فيتامين هاء الاملاح بأنواعها كالسيوم فسفور حديد منجانيز بوتاسيوم العماصر بأن السيلينيوم دي كلها شاملة الاضافات اللي هي تعتبر العناصر المهمة العناصر دي اوظيفتها ايه دي بتساعد فهض وامتصاص وبتساعد في عام المساعد لجميع العمليات الحيوية عام المساعد في الكيميا زمان اي واحد درس كيميا طبعا اي واحد في المدرسة درس كيميا يضع لك المدخلات ايه زائد بيه سهم عام المساعد على فوق السهم عامل مساعد مثلا ضوء الشمس بيكون عم مثلا تسخين حرارة عامل مساعد ممكن نضيف عنصر معين كعمل مساعد عشان تنتجي العملية دي بدون العامل مساعد بتنتجي العملية دي كذلك الفيتامينات والأملاح تعتبر عوامل مساعدة فواتح شهية عوامل مساعدة في امتصاص بعض العناصر زي مقويات للأعصاب زي فيتامين بي فيتامين بي مقوي للأعصاب فيتامين سي بيساعد في امتصاص الحديد فهي تعتبر حاجات بتتحطي بالنسبة لأيه لها بس مهمة جدا مهمة جدا في مهمة جدا في في العملية جميع العملية الكالسيوم مهم في بناء العض الكالسيوم والفوسفور العضم واللحم الحديد مهم في تكون كرات الدم الحمراء فهنا كذلك كلها اسمها الفيتامينات والأملاح الصوف بتحتاج كالسيوم برضك كل دي النشاط الحيوان بيحتاج فيتامين ألف وفاتح شهية كل ده العناصر دي كلها بتسمى الإضافات على الأعلاف اللي بتساعد في جميع العمليات الحيوية فهضم وامتصاص وبناء نسبتها ده كله مكون على حسب العلبة بتاعته مكتوب لك عليها الكمية اللي بتنضاف على طن العلف طيب هنتكلم دلوقتي وصلنا لأرخص علفة على مستوى العالم أنا هستخدم كزب فول السوية ما تستغلاش كزب فول السوية عندنا في مصر هنا سعر المتروح من 6 جنيه في الرخص وحاليا بـ 8 جنيه ونص ووصل 9 جنيه لو وصل 10 جنيه برضك الخامة دي مفيش غنى عنها سق وتأكد مفيش علف في العالم سوان علف فراخ علف دواجن أو علف أغنام أو علف بط أو علف مواشي بيخلو من كزب فول السوية ده مكون أساسي كمصدر بروتين أساسي لازم يستخدم في الأعلاف دي أي علف جاز لازم ما يخلاش من كزب فول السوية ليه ما يخلاش من كزب فول السوية ما تستغلاش سعر الكيلو ما تستغلاش سعر الكيلو بس أنا مش معاي لقال حسبة عشان كل وقت وليها سعر يعني طبعا أنا كنت حاسيبها الأول كانت نسبة سعر وحدة البروتين في كزب فول السوية كانت 15 تقريبا كانت 15 15 قرش لكل واحد في المية بروتين دي كانت مش فاكرة لما كان السعر كام يعني طبعا كل وقت تبقى سعر نهاردة ب8 جني و40 قرش تقريبا 8400 طن كزب فول السوية في مصر فعشان قال عشان أحسب لك أنت تحسب بنفسك إزاي تعرف أرخص مصدر بروتين نسبة البروتين على السعر أو تقسم معلش السعر السعر على نسبة البروتين يعني مثلا الصوية النهاردة ب8400 جنيه تقسم 840 قرش 8.4 على نسبة البروتين في كزب فول السوية 44 40 في منه 648 بسأنا بذكر لك سعر اللي هو ال44 في المئة بروتين سعر ال44 في المئة بروتين 8400 جنيه طن يعني كيلو ب8 جنيه و40 قرش تقسم تقسم 8.4 اللي هي 840 قرش على 44 هيطلع لك سعر واحدة البروتين هطلع لك قرش لكل 1% بروتين تقس عليها مع الفول مع الحمص مع البسلة كمصدر بروتين ما تقس ليش معها كمصدر نشويها كمصدر بروتين معاك الحمص معاك البسلة معاك الترمس معاك مثلا كذب السمسم هتيس على الأكساب اللي تصلح بديل كمصدر بروتين لوحديها ركز معاك تصلح مصدر بروتين لوحديها يعني كذب السمسم يصلح بديل كذب فول السواب الكامل ويصلح لوحده كمصدر بروتين الفول البلدي يصلح كمصدر بروتين لوحدي البسلة تصلح كمصدر بروتين الوحدية. الحمص يصلح كمصدر بروتين. قلنا البازيلاء ذكرناها برضك تصلح كمصدر بروتين. الترمس اللي هو الترمس الحلم مش المر يصلح كمصدر بروتين لوحده في العلف. الحاجة دي لتصلح كمصدر الوحدية ايه السعرها على نسبة البروتين اللي فيها. في فيديو في القناة اسمه نسبة البروتين في كل خامات الاعلاف. في القناة راجعوا كل خامة بالصورة بتاعتها اللي مش عارف المساميات بصورتها ذاكر نسبة البروتين فيها يبقى عندنا هنا في مصر ما فيش ارخص من كسب فول الصوية ما فيش ارخص من كسب فول الصوية في الخامة التي ذكرتها لجي سعر وحدة البروتين وهو اغلىهم سعر هو اغلى سعر في الكيلو الناس بص على سعر الكيلو بص على سعر وحدة البروتين في الواحد في المية بروتين كل واحد في المية بروتين بيساوي كام قرش بيساوي كام بالعملة بتاعتك في بلدك فبالتالي ارخص مصدر مروتين عندي هو كوزب فلسوية انت حتقيس في بلدك لربما توفر عندك بسلة سعرها رخيص نزمة المروتين في البسلة كسر البسلة المضيفة تراوح حوالي 23-25% خليها على 23% وايس السعر على نزمة المروتين تشوف هيطلع لك السعر الوحدة مصبوط ارخص يمكن تستخدمه هو بدل السوية اسعالها جميع الخامات اللي زاكرتها قبل كده طيب وبالنسبة اللي انا زاكرتها برده قبل كده هتستخدمه هو كمصدر بروتين اول حاجة ده كده بنتكلمه كمصدر بروتين انا بالنسبة لي استخدم كوزب فلسوية طيب هتيجي في الدرة بانواعها في الامح وفي الشعير فين الارخص في بلدك في التلاتة دول هنستخدم كمصدر بروتين اول حاجة هنستخدم مصدر النشويات عن اللقتي عن كون عالفة ارخص عالفة استخدم التلاتة دول الدرة الامح الشعير فين الارخص في التلاتة الارخص في التلاتة الارخص الدرة يبقى هتستخدم درة بس في خامة احنا مذكرناش على فكرة هي خامة وسط بين الطاقة وبين الالياف وهي النخالة اللي هي الرضة فيها نسبة طاقة ولي هي لشوية حوالي الفين ومتين تعريبا اعلم الدرة بكتير ولكن تلتين الطاقة اللي في الدرة وفيها نسبة دولتين مقبولة خمس شعر في المية تعريبا النخالة اللي هي الرضة اللي هي النتجة من طحم طحم حبوب الامح وغربالتها بينتج منها الرضة او النخالة على فكرة اول فيديو طول شوية احنا ممكن نقص جزئية ارخص عالفة في العالم نخليها في فيديو مستقل بعد الفيديو ده ان شاء الله هنستكفي بالحد ده كده النهاردة بإذن الله وارخص جزء عشان عالفة الفيديو كده هيتطول زيدي عند اللزوم وصلنا منص ساعة عشان الفيديو هيتطول الحلقة اللي بعدها على طول ان شاء الله ارخص عالفة في العالم بإذن الله وازاي هتجمعها اللي فهم من الكلام اللي عمدت ده ممكن يعمل من غير ما يستنى الفيديو اللي ما عايش عارف استنى الفيديو جاي ان شاء الله هنعمل لك ارخص عالفة ان شاء الله على مستوى العالم بإذن الله وبأعلى نسبة بروتين في النهاية بتزهير الاشتراك في القناة سألت كل مواجه تتم فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته